مالك جرماني السلام عليكم خوتي مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد على قناتكم قناة مالك جرماني أول شيء احبت نوجه تحية شكرا للمتتابعين دي ولي رامي بارداجي ولي فيديو من نهار سمعو بلي لاشانت بيراتات عودتو تومار ارجعتو لاشان كما كانت وبلك اكثر وكثر عادت ندخل فيسبوك نلقى الفيديو دي ولي دورو في دي باش أنا قاما نعرفهم مرسي عليكم بزف بزف تاني حاجة احبت نحكي عليها قناة مالك جرماني طلعت بالنس يعني بالمهاجرين الناس اللي عندهم كوارط للي ما عندهم كوارط ولا الناس اللي في البلاد حبها تطلع لاللمان اللي حبها تطلع لأوروبا دونك هادلاشان خوتي فيها بلك فوق المئة الف بنادم فيها مئة وخمس وعشرين وفنة داخلين مئة وثلاثين الف ونصهم قاعدتك يا حراغة يا مهاجرين يا ناس كما نقولوا احنا يا دي زي تيديو حابين يطلعوا لأناس حبها تهجر باش تبدل حياتها هلاش قلت لكم هذا الهدرة خوتي بزاف ناس يمسكسوني في الكومنتر اللي ما يعرفوش هادلاشان يقول للناس رايف المرض ونس رايف كده وانتارك تحكي لهذا المواضع خوتي انا انسان يوتيوبر من ديش ترند يعني ما كي يكون موضوع دير ضجة نحكي فيه يعني انسان نسترزق بالمواضع اللي راهم صارين انا يا من البكري نحكي لكم في هادل يسو جي ونكمل فيهم. الخوتي حكينا على المرض هادا ما عندنا وش حنزيدو فيها المرض هدا خوتي كما نقول لهي العافينا ولاي العافي جميع واحد ان لا تدرت فيديو على المرضاء رح ندير فيديو التوعوي. يعني رح ندير اقف ميصاش كيمال ciri qui ما ل決ا كلاش تموت بالضحك هذي اللي ما شافاش يشوفها يعني فيديوات التوعويه. الخوتي base بسوية اوضاع المهاجرين الغير شرعيين في اسبانيا خوتي شوفوا باش نتفاهمو في حاجة كان بزاف عباد يقول لك كيفاش المرض وكذا وكذا هما ميسوا الوضعية افهم كلامي واش راني نحكيه لك افهم كلامي متباش عباد لي ياطاكي مالك جرماني باش ياطاكي مالك جرماني خوتي الفلاحة الفلاحة في اسبانيا اراها المحصول وجد كم بزاف محاصيل وجدت يعني الجنان معمر بالفاكية مكش لي قطفوا شوفوا ماذا داروا اسبانيا اسبانيا حكيتكم في الفيديو اللي فاتت على البرتغال البرتغال ١٥٠٠٠٠١ قلتكم لي دافعين دواسة راح يعطوهم الكوارت الناس اللي دفعت الدواسة يعني ما قلت كلام ناقص ولا زايد عاودوا بزاف شتهم داروا لي فيديو وعاودوا نفس كلامي يبركوا بيينو بليك شواله يمت في حاجة هذا وعاود نفس كلامي يعني معاود نفس كلامي ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ راح مادد دافع دواسة راح يعطوهم بلا ما يحاسبوهم على حتى حاجة خلونا من البرتغال نحكو الى اسبانيا اسبانيا خوتي المشكل اللي راح صاري وراه المشكل اللي حكيتكم عليه المرة اللي فاتت كان بدا غير في الميريا و جهة اندلوسيا يعني الجهات الاندلوسيا بدا فيها هذه المشكلة اليوم ما انضموا زوج زوج يعني زوج يعني زوج مدن المدينة ما راح تكون وحدها المدينة راح تكون مع الاقليم ديالها اليوم ما انضمت نابارا و برشالونة برشالونة انضموا لهذه الحكاية وشنه هي الحكاية هادي الفلاحين خوتي اصحاب الاراضي الفاكية ديالهم راح تخسرها في السجر من الاخر هكا بش اللي ما فهمنيش باللغة الفصحية يفهم بهذه الحكاية الفاكية اللي كل عام يحصدوها راح تخسر لهم في السجر جوية واحد فلاح راح يعرف وش معنتها هكتارات تعفاكية تخسر في السجرات ديالها راح يعرف وش حيكون هذا بالنسبة لاقتصاد الاسباني وبالنسبة لسكر اسبانيا هاد المرض هاد تسوية الاوراق هادي مش يراح يسووا الاوراق كم موال فتسوية الطاليان يعني اروحو نعطوكم الوراق بش نستفادوا الدراهم هادو راهم وصلت بهم للاخر يعني بكون قولكم علاش اسبانيا بزاف عباد ما على بالهمش هاد المناطق وش كتارحو في البرلمان كتارحو باللي نولو ونمدوا للناس اللي رام يدوا في الشوماج اليوم يدوا في الشوماج في اسبانيا نخلو لكم الشوماج ديالكم وروحوا خدمو وددوا دراهم في الفلاحق شوفوا ش قالوا لهم هذا الحل الاول قبل قبل ما يوصلوا انهم يولوا يحكوا لاتسوية الوضاع المهاجرين اسمعوني مليح مليح خوتي هما وش حبوا يديروا مع الاول حبوا يعطو لهم الشوماج ويروحوا ينحيو يروحوا يفلحوا يعني اروح انت يا اياه انتك تخلص تخلص شوماج ديالك من الدولة يا اخو يا احنايا من حاسبوكش ومن حيولكش شوماج ديالك غير روح تخدم برك تولي تدي الدوبل يعني تولي الدوبل الناس محبتش تروح تخدم بسك علاش خوتي الناس محبتش تروح تخدم بسك الناس تخاف على صحتها اكتر مدراهم هذه هي ضك الاوروبي خوتي ما عنده لا دين لا ملا يعيش في الدنيا هذه اكبر حاجة يخافوها الكفار واللي ما يامنوش بربي هي الموت يكذب عليك اللي يقول لك يخافوه الموت اكثر من اي بنادم في العالم علاش الاختراش موما يعيشوا الدنيا هذه هي اللي معايشينها يقول لك مكشقع جنة فهمتني الناس ما رايش تخدم ولو كان يديروه ومش يديروه ومش يديروه ومش يخدموه الفلاحين اخوتي شكولي هو يدافع على هذا القانون هذا القانون ما زال ما خرج وانا كنت احكي لك القانون نهاري يخرج من دلكش فيديو انا قانون الاخرج من دلكش عليه فيديو وانا اخرج القانون وانا اطبق رأي الناس خلاص من غدوة من دك؟ سمعنا من جينا انني نحضر في الفيديو العشرة دقائق اللي ندير فيهم في الفيديو القانون يكون الناس دار الطولة وانا نحكي ومدى بينا نصلوا المعلومة قبل ما تبدأ قبل ما تبدأ الحكاية شوفوا ما حصره اخوتي الفلاحين اصحاب الاراضي في الميريا وجهة اندلوسيا زادت معهم برسالونا وهذا البلايس اللي سميتها لكم نابارة فهذا البلايس خوتي الفلاحين ديالها بدأوا ورح يسينيوا واما يسينيوا في احد الورقة ما يجوزوا على الاراضي الفلاحين وقدا يسينيوا على احد الورقة باش يتضغطوا بها على الحكومة باش هما يديرو لهم كي ما نقولو حنا يا حل للناس الحراقى يعتوا لهم الورق اللي بدأ يختم في الفلاحة يعطوا لهم الورق وقللك شوف تسوية استعجالية وشمعنتها؟ ما يهمش هال عندك في اسبانيا وما يهمش اسكونت عندك شهادت سكونة ولا ما عندكش ما يهموش هاد الحوايج حابين يسلكوا الارض ديالهم وهدي مشي لجلة يعني رح يديرو فيكم خير ولا رح يديرو في الحراقى خير ولا هادي صلاحهم هما تعصلاحهم هما هاد الناس خوتي تعصلاحهم بس كبزا في عبادة يجي يقول لي يا مالك رانا في الكورونا وراء الناس مريدة وراء يقدو ترك تحكي وكيفش يسوي والفيزا ممشي مدوها لزوم باسد مغلوقين خوتي حالة استثنائية راح تخسر اسبانيا ماذا فيها جدا ؟؟ اما فيها الفلاحة اسبانيا وقت الفريزا ان الناس تخدم والي ستعلم معايشة في اسبانيا سوف يتحدثون تحت الفيديو هادي اسبانيا تخدم الفريزا ان الناس تخدم الموسم السيوريز الناس تخدمي كارس وهي ايضا مواسما مواسما يضرب ضربة الفريزة وليس يخدموا 14 أو 15 هذه هي اسبانيا فانية لا ستعلم الفلاحة ستصبح كريثة والناس غاوتيا ما راحتyy حانيا despكتو وانه يستسكتو بالخدامين مكاش خوتي والحراقه هما الواحدين الواحدين اللي يقدرو راحتوا يخدمون مساكن عندهم الدوره فطم انا يبدو ممشي عليا زرق عينيك ولا حاجة هذه هي تسويه للناس اللي محتاج هالقاوب اللي الحالي الواحد هما الحراقه والحراقه كي يروحوا يخدموه ويعني الحاجه اللي يتشجحهم بشي يخدموه ويكونوا يخدموه قانون كم من هذا ونحن قرأوا في كومونتر لو كانوا يديروا قانون كما هذا جاوبوا في كومونتر الناس الذين عايشون في اسبانيا يقومونون بسوية أسكت و تخدم أو تقول لي من روحش نريح في الدار و من روحش نخدم ما ركش تقول لي من ريح في الدار و من روحش نخدم جميع واحد تحراق راح يسمع بل القانون هذا يفتح صح و يمدوا صحك وارض و راح يروح يخدم بسك الناس الورقة المال و يلزمون و يحتاجونهم كثيرا لذلك انا اللي علينا نوصل لكم المعلومة كما راهي لدي الناس أولادة اسبانيا يعني كثيرا عبادة يقول انت ايام منك في الهدرة خوتي كثيرا عايش في اسبانيا و ليس يوتيوبر عايش 30 سنة 40 سنة في اسبانيا عندي صاحبي مغربي عايش في برشلونة و هو اللي يتحدث معي اليوم في هذا الموضع هو ليس يوتيوبر و كيف يسمح حاجة من هذه يحب الخير للناس يعيط الان يوتيوبر يحكي له حكالي هاو شكاين هاو شكاين قال لي خمو حتى يجيبوا لارمي خمو حتى لو كان كيفاش لارمي يروح يقلع ينحي هذه المحاصل مكاش كيفاش الحل الواحد هو انه داروا طالب للحكومة بتسوية اوضاع المهاجرين يديروا قانون استثنائي في هذه الفترة هذه لذلك خوتي اللي راكم في اسبانيا انا اعطيت لكم المعلومة والناس اللي تقدر تروح الاسبانيا مالغري كورايا مغلوقة و راح تعود تفتح شوية الحالة ان شاء الله ان شاء الله الالمان راح تقدر تعود ترجع للحياة العادية لكن لا يريد ان يكملوا ان يغلقوا هكذا اوضاع المعلومة من اللوفا لدينا تفتح الحدود و على البالي لا تغيب لكم لكي تذهبوا الاسبانيا و ثاني شيء نأكد عليها في الفيديو اليوم المعلومة التي مديتها هي معلومة ان الناس ستطالب لكي يفتحوا الورقة لكي لا يفتحوا الناس تبقى 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 الناس عايشها بنا يجب ان يحضر فيديو يجب ان يحضر عليك القانون لا يفتح و قانونion ستفتح لي لانه لا يكشح الى اخر لكي تزرع اللون في اسبانيا لا يكسر الان في اسبانيا انا قدرت لك المعلومة و يمكن ان يذهب الى اسبانيا رب يسهل عليه انا ندخل في حوائج دينو اخرين اللى تعيش وش كاين وش لا يكش فورقه لتبقى الساحرة سبقى للحكومة الاسبانية إذا قبلت الحكومة الاسبانية هذا القرار سيصدر قرار بتسوية اوضاع المهاجيرين في اسبانيا الذين لاحبين يخدمون في الفلاحة يعني يقول لك روحوا وديروا كونترا أو جيبونا وكذا لا يبدو كيف يديروها الاسسانسيال سيرفضون الناس كوارت وانا اعطيك المعلومة قبل ما تبدأ اخر من ما تبدأ يجيوا الناس قاعدوا يهدروا عليه الموضوع هذا نهار تبدأ بصح ما راح يفيد تحتها واحد بسكتولي كما نقول لهم معلومة قديمة انالي استفادت منها والنس قاعدت بها كوارت يعني راك التطوري تهدر في الفيديو الفيديو كانت اليومها طويلة مبالش إلى طويلة ما معلومة، الاسسانسيال تناansing لفروقكم بثاف خوطي ابقوا في دياركم في تزاير والحمد الالله يبدأ، احنا نتمكنكم على العقلية في تزاير قلت لكم وقت كان يفرحوا في دياركم تعيشوا ضكية ولات العقلية على الرجل وخرج متدار انو 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 انظروا انا لو اني خلقواها كأولاة العقليات على إلارك رجل الخرج مدار لما شاهد الفيديو هذا هو شيء الذي قريب أن ترعه هو إدوب الكلاش يشاهدون ان شاء الله فيديو بزاف شباب تواعي ويبرتاجيوه مع أصحابكم وكما أقول لكم خوتي كي يكون جديد في الموضوع على خوطنا المعجين والحرقة مراني رح ننساكم لا في الكورونا لا في الماكارونا أي حاجة رح تكون ان شاء الله جديدة رح ندلكم عليها فيديو تهلا وفروحكم بزاف 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 بلايب قيزوند كما يقولك في الألمانية يبقوا بصحتكم إن شاء الله والله يعافينا ويعافيكم تهلا فروحكم بزاف بزاف تلاقوا في فيديو جديد مالك جرماني كان معاكم إذا رحكم جديد أبوني وفعل زر الجرس بشيء اللحق غير جديد إن شاء الله وإذا رحكم المتتبعين ديالنا رحكم على الدار نتالي نقول لك من بعدها نقول لك السلام عليكم تهلا فروحكم بزاف 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 خوتي السلام عليكم